ونروح بقى تاني ونكمل كلامنا إبراهيم أنت كنت بتهزيلي رأسك فأنت موافق جداً يعني عايز تقول حاجة أنا عايز أقول حاجة عايز أضيف على الكلام اللي قالته الدكتورة الحقيقة أو أبني عليه من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلي ولادنا يعرفوا يتعاملوا مع الأوقات الصعبة في حياتهم في المجمل وبالذات كمان الأحداث اللي حصلة اليومين دول فيما يتعلق بأحداث فلسطين وغزة إن إحنا نبتدي نستغل الحدث ده بإن إحنا إيمان نغرس جواهم شوية معاني زي؟ أقولك يعني هحكي لك مثلاً حاجة حصلت بيني وبين بنتي جوجو يا جوجو عندها 11 سنة ماشاء الله فيير سكس طب حكيلي بقى أنا أحب الحاجات الواقعية آه يلا نحكي يلا نحكي بقى الحواديد بقى يلا كانت معايا وكنت رحيه مشوار فبتقول لي ما لك يا بابي قلت لها مخنوق جداً يا حبيبتي مخنوق أبي جوجو قالت لي ليو تلها جوجو اللي بيحصل في فلسطين والأطفال اللي بتموت والأحداث اللي حصلة أنا مش كويس أنا مش مبسوط يعني آه كمين فلقيتها رح تسكتت كده وصرحت وزنقتني في حتة سؤال آه قالت يا بابي احنا مفروض نعمل ليه ما هو ده السؤال آه فاللي هو أنا حسيت كده أن أنا إيه يعني ابتخدت آه 11 سنة المفروض أرد أقول ليه وفهمها لها إزاي وفهمها لها إزاي فبدأت أبسط المعلومة وردت عليها رد كده واستغلت السؤال ده عشان أغرز جواها معنا آه فقلت لها يا جوجو اللي احنا نقدر نعمله إن كل واحد يستغل الحاجات الكويسة اللي عنده والموارد أو الحاجات الكويسة اللي ربنا ادهاله إنه هو يساعد بيها الأطفال اللي بتنوت في غزة ويساعد بيها إخواتنا وأهلنا اللي موجودين في فلسطين دلوقتي هترد عليك دولك يعني أنا نعمل إيه آه قلت لي يعني نعمل إيه قلت لي يا جوجو إيه انتي إيه الحاجة الكويسة اللي عندك اللي ربنا ادهالك آه فسكت كده قلت يا بابي أنا بعرف هارسة هي هي يعني شوف أنت كمان خلتها تعترف بنعمة ربنا إن هي عندها نعمة جايلك بقى الكونكلوجن بعد الكونفرزيشن وبعد المناقشة اللطيفة دي قلت لها حلوة قوي مش أنت دي حاجة حلوة وميزة حلوة وموهبة وربنا ادهالك صح قلت لي آه وطالها خلاص يا جوجو تعالين اتفق اتفاق إيه الاتفاق يا بابي عايزك حبيبتي ترسيمي رسمة تعباري فيها عن اللي انتي حساة تجاه المسجد الأقصى والأطفال اللي بتموت في فلسطين وإخواتنا في غز حالو وعباري فيها عن اللي انتي حساة ده حالو وتعالي ناخد الصورة دي تنحطها على السوشيال ميديا ونحطها على الفيسبوك وتوريها لصحابك في المدرسة وتطلبي من كل واحد منهم يعرف ايه الحاجة الحلوة اللي عنده اللي ربنا ادهاله وازاي يستخدمها في انه هو يعمل حاجة كويسة للناس اللي موجودة في فلسطين والناس اللي موجودة في غز واتفاقنا الاتفاق وحددت دمعات تسليم الرسمة والمفترض دمعات تسليم الرسمة اللي اسبوع الجاي حلوة قوي عايزة اقول يا ايمان اه اقول انا لما جيت قعدت بعد كده رفلكت وافكر في الموقف ده هو في الكونفرزيشن دي فيه شوية معاني اتغرست جواها انا شايفاها اول معنى لمسته ان انا اعرف النعم اللي عندي انا مميز في ايه اه يعني ايه نعمة خلي بالك فيه بنات كبار تلاتينات وبنفضل نقول لها عدي النعم اللي في حياتك يعني احنا بنعلمهم لسه من البداية ان انت عندك نعم او ما بيقاش واصلهم ده فحلو ان انت تفاهمها يعني ايه نعمة وتفهم يعني ايه حاجة حلوة ربنا مدهالها موهبة فده اول معنى المعنى التاني ان انا ماينفعش عايش انسان منعازل ولازم اكون حاسس بالمجرايات الاحداث اللي حواليه المعنى التالت مهما ان كنت مفيش في ايدي حاجة اعملها هتفضل دايما في ايدي مساحة متاحة اقدر استغلها واعمل بيها حاجة اترك بيها اثر واكون بيها انسان ايجابي فهي بعد الكونفرزيشن دي او نتيجة المعاني دي الصوت الداخلي اللي تواجد جواها ايه ايه انا جوجو انا صغيرة انا عندي 11 سنة بس بالرغم ان انا صغيرة وعندي 11 سنة انا ليا ايمة وامسانة فعالة واقدر يكون ليا دور حتى لو انا صغيرة